ملف المغيبين هو من ملف شائق جدا أغلب السياسيين والأحزاب قد تاجروا بهذا الملف لعشرات السنين كل انتخابات نجد أن قادة المكونات سوف ندخل جرف الصخر سوف نحرر المغيبين سوف نفرج عن المعتقلين سوف نسن قانون العفو وإذا به تنتهي الانتخابات وتأتي الانتخابات الأخرى ونفس القوانع يأتي بها هؤلاء السياسيين دكتور نتأمل دائما أنه الوصف المغدوري بدل من المغيبين يقضي على بقايا الأمل للعوائل التي بالفعل تنتظر مصير ابنها اليوم التحقيقات الرسمية الكشف عن مصير المغيبين برأيك جاد لا بالطبع أما يا سيدات العزيزة لن يكون هناك حل حقيقي إلا باتفاق سياسي أكررها لأكثر من مرة إن لم يكن هناك اتفاق سياسي مع الأحزاب السياسية الكبيرة المهيمة على المشهد السياسي لن تكون هناك حل حلة لهذه الأمور لكن من واجباتنا كقانونيين كإعلام حر ووطني شجاع مثل برنامجكم الموقر وكذلك النقابات والاتحادات وأهالي المعتقلين والمغيبين بالضغط على الحكومة والضغط على السياسيين بتفعيل مواد حقوق الإنسان بالكشف عن هوية هوية هؤلاء الجهات التي تقوم بالخطف والتعذيب والقتل والتغيب يعني إحنا برنامجنا الدكتور نحن نريد وطن بالعكس أنه أصواتنا إن شاء الله توصل إلى رئيس الوزراء السيد السوداني لأن بالفعل هو كل القضايا عفواً داي حاول يحلها وحدة وحدة أرجع للتعذيب بالسجون سلوك ممنهج لانتزاع الاعترافات قصراً من المعتقلين أكو حلول اليوم؟ بالطبع أكو حلول ليش ما أكو حلول؟ هذا يكون بالضغط الشعبي اليوم أحنا شاهدنا بتشرين تشرين غيرت حكومة كاملة غيرت المجرى السياسي العراقي كنا نلاحظ أنه الانتخابات هي الأحزاب الكبيرة بعد أن حصلت تشرين رغم دماء التشرين أكثر من 800 شاب لكن حصدنا ثمارها بتغيير أو تفعيل الديمقراطية في العراق كانت الديمقراطية في العراق وكذبة حقوق الإنسان هي كذبة لعشرات الأعوام لكن بعد ما حدث تشرين وضغوطات شعبية اليوم يجب أن نعيد الكرة نعيد الكرة بالضغط الشعبي أنا ما أدعو للتظاهرات ولا غيرها لكن عندنا وسائل السوشال ميديا وأن يكون محتوى هادف كذلك وسائل الإعلام كما ذكرت مثل قناتكم وبرنامجكم الموقر الإعلامين الوطنيين أمثالك القانونين والحقوقين والباحثين والأساتذة الجامعين وكذلك الاتحادات والنقابات وبالذات اتحاد الحقوقين العراقيين ونقابة المحامين العراقيين يجب عليهم أخذ دورهم الوطني الحقيقي هؤلاء هذه النقابة غيرت كثير من الحكومات واليوم يجب أن تأخذ دورها الحقيقي بتفعيل مواد حقوق الإنسان بتفعيل المواد القانونية الخاصة بالضمانات القانونية المتهمة وهذا مسن وواضح وصريح في الدستور العراقي وكذلك في القانون العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر